يسهل على الكاميرا تصوير الجمال الغافي على الفرات بهيئة مدينة ويصعب على المصور تصوير واثار ما حل بها من دمار وخصوصا إن كانت صورة بيته هيت مدينة المصور حازم السعيد يلفها ملتقطا الصور لواثق جمالها واثارها حينا ودمارها حينا آخر فمنذ تحرير المدينة من قبضة إرهابي داعش لم يتحرك ملف التعويضات أما المتهدمة بيوتهم فيرسلون المناشدات إلى من يهمه الأمر ولا يعير اهتماما بديت أعمل بيب سنة 2012 كملت 2014 بديت أبتت بيب من فضل الله ما سكن بيب ولا يوم صورت مشاهد الحياتي كثيرة شاركنا معارك كثيرة تعرضت لتهجيدات تعرضت للمحاولات تختيار طبعا مرتين من قضائيات حقوق كصاحبية وكإعلامي ما حد دعمني بهذا الموضوع ينطبق الحال هنا على مئات البيوت المدمرة أحياء بالكامل تتقاسم الخرابة هذه هي بيوت ضباط استشهدوا أثناء مواجهة داعش لم يصرف لعوائلهم تعويض يقيمون به الجدران استئجار منزل هو واحد من الحلول التي يجبر المتضررون عليها إذ لا يملكون مبالغ تعيد بناء منازلهم لا معامل التعويض طلعت لنا أي واحد ما أجل شافنا ولا شاف حالتنا هاي لحدنا قاعدين الله وكيلك محمد كيفيلك بيوت آجار روح شوف لا تعويض لا حزارنا لا رواطب كنش معك منذ تحرير هيت قبل سبعة أعوام وملف تعويض المتضررين من العمليات العسكرية ما زال أحد أسوأ الملفات التي لم تحسم حتى الآن وخاصة أن المتضررين قدموا مع جدرانهم أرواحا طلبا للتحرير نبيل عزامي يو تي في الأنبار